من بارح أحد الإعلاميين المحترمين قاعد يقول اللي ما يصرشي يبقى حيوان أنا شفته بنفسي بخصوص بور سعيد لا اللي بقولك اللي ما يصرشي اللي ما يصرشي لا خلينا أنا في محكمة في بور سعيد لا ما أنا هو اللي حضركم احنا بنوره الداب ده عشان كده ده بيستغل طبعا أن أيا كان الحكم اللي موجود ممكن لا مش هنقول مين لا مش هنقول مين لا ما هو عشان ما هو أنا بكرة حدي يقولك ما فيش حد قال كده لا لا ده أنا سمع مبارح حضرتك هتشوفيه يعني أكيد لو دورت في الناس اللي بيعدلك البراء لا أنا أعزي لو حضرتك شفته بقوم عينك تخلص يبقى قول قول لا مش هنالي شايفه عشان يرد حتى يعني عشان يبقى عنده حق الرد الشعب المصر كله شافه يعني شافه مبارح وهو بيقول وحطت قدامه حيوانات حطت قدامه حبة حيوانات كده وبيقول الكلام طيب نيجي بقى للقضية إحنا يهمنا أساسا أن يقام العدل في ناس يعني الناس شايفة الوضع جيد أن عايزة البلد لا تستقر أنا أرى والإعلام ما احترمنا للكل له رسالة قوية بعضه يزيد هذه الفجوة وهذا ليس في صالح مصر أنا أرى أن الإعلان لازم يقى فيه توحيد الصف أطياف الشعب المصر كله فصالح هذا الوطن عشان نبني بلد تتبنى البلد كويس فلو وجهنا نفسنا لهذا الأمر أعتقد تستقر الوطن يعلم أن هناك نقطة سخنة اللي هو موضوع الحدث ويعلم أن ربما الحكم أكيد لا يعجب طرف من الأطرافين واحد من الأطرافين شيء يتبسط فلابد أنه هو يشتغل على الجنبين كده كده كسبان هيعمل ثورة وعايز ألأ وعايز اضطراب الإعلام عايز كله ده؟ مش الإعلام لا الإعلام أدام الأدوات اللي بيفكر هذا التفكير اللي بيدبر لهذا التدبير له دور فاعل في هذه القضية يعني الإعلام بيؤجد يعني دكتور أكرم خليني نخلص المقتضي نخلص المقتضي فهذا الموقف الموجود بيأجج المسافة ما بين الاثنين أيا كان الحكم لا ألتراس نادي الأهلي هيتبسط ولا ألتراس نادي المصر هيتبسط وبالتالي يحصل فوضى ويحصل التهديدات اللي الناس كتبهاها والوضع اللي موجود فهو بيدخ في هذا الأمر وإحنا يعني أنا شاء حضرتك حضرتك بتطالب بالتهديئة وهو دائما طلب عاقل بس ما علش لازم يبقى في الظرف سبب الاحتقان الشديد اللي حضرتك تتكلم عليه ده لا سبب الإعلام ولا سبب قوة سياسية في مسبحة حصل أيوة يعني العدل المسبحة لو حضرتك تتخيل أنه في حد ممكن يصطاد في الماء العكر فممكن يضيف لمقاسي إما ناس اتأتل أبرياء أه لا الاثنين يعني إما ناس اتأتل منهم هما بيشجع أو ناس بيأ ولادهم متهمين وهما متأكدين أنهم أبرياء أبرياء فأنا أقصد ما فيش أي نوع من التحريط ممكن يفيد المصابين أنا معك أن الوضع فيه كده لذلك أنا كنت أتمنى يعني ربما نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يهدي المحكمة إلى العدل والحق وفيش مانع أن يتأجل لو أن هي الحق أنا مش مع التأجيل لكن مع المصول للحق ونأخذ بالنا أن التأجيل أو يعني بطء الحق ظلم